مع إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن التزام الأطراف اليمنية بالعمل لوقف الحرب وبناء خارطة طريق لبناء السلام تبدو مأرب أولى المحافظات اليمنية التي تتطلع لأن تضع الحرب أوزارها فمأرب المحافظة النفطية متعددة الجبهات وأتبر مأوال النازحين بسبب الحرب ظلت صامدة لسنوات طوال وتحمل التبعات ذلك الصمود عسكريا وإنسانيا كونها تأوي أكثر من مليونين ونصف المليون نازح هؤلاء النازحون هم أول الباحثين عن متنفس من الحرب يعودون فيه إلى ديارهم وحياتهم الطبيعية إذا مضى الجميع نحو بناء سلام حقيقي عادل وشامل أول نزوح إلى محافظة مأرب في نهاية 2014 وكان هناك مخيم الجوفين الذي هو اليوم أكبر مخيم على مستوى الجمهوري اليمنى وهي أيضا يعطيه على مستوى العالم تقريبا الثالث على مستوى العالم من حيث كمية النزوح أكثر من 13 ألف أسرة اليوم أكثر من 98 مخيم داخل محافظة مأرب من المخيمات النازحين هذه تشكل تحدي ملفات كثيرة يتمنى اليمنيون من كل الأطراف تقديم تنازلات فيها لبعضهم وتغليب المصلحة المشتركة لأكثر من 30 مليون يمني بإنجاح خارطة الطريق المأمولة لوقف الحرب والوصول إلى حل شامل يعيد اللحمة الوطنية وتنهي المعاناة الإنسانية لا يمكن أن تنضوي للسلام ولا يمكن أن تنصاع لعمليات سالم إلا إذا كان هناك ضغط دولي كبير وكان هناك ضامن وكان هناك تزاون وكان هناك مرجع السلام المرجعيات الثلاثة المعروفة وكذلك أن تكون هناك ضمارات قوية لهذه الميليشيات لأن هذه الميليشيات دائما ناكثة للعهود ولا يمكن أن تتزقن بوعد يؤكد اليمنيون أهمية نجاح المرجعيات الثلاثة وجبر الضرر والعدالة الانتقالية لتنفيذ أي اتفاق على الصعيدين العسكري والإنساني مثلت مأرب حجر الزاوية خلال التسع سنوات من الحرب وهي اليوم تمثل ذات الأهمية خلال أي تسوية سياسية محمود الحميدي الحدث مأرب